مظاهرتين حركة النهضة وعبير موسي وتجمعات قيسي صايد في شرع الحبيب برقيبة التظاهرات الشعبية هذه عرفت تجمعات بالآله في شرع الحبيب برقيبة في الوقت للحكومة تفرض إجراءات البرتوكول الصحي بمنع التجمعات وفرض حظر الجوالين من الثامنة مساء الشيء اللي أثار غضب كبير لدى الفنانين وانتقضوا المسارات هذه بشدة وفي الوقت اللي هما ممنوعين على خدمهم ونعرفوا اللي كلهم خدمهم بالليل أطلقوا سابقاً حملة تاسيب بالليل لكن بدون جدوى ومسمحهم حد تخرج اليوم حركة النهضة وبالآلف تظهر في شرع الحبيب برقيبة وتخترق البرتوكول الصحي الشيء اللي أثار غضب لدى الفنانة مانيلا عمارة اللي حلقت على مسيرة النهضة وعبرت على غضبها وسيئة شديد من الاستهتار اللي صار اليوم في شرع الحبيب برقيبة وقالت مش أحنا مانعين على خدمنا بسبب البرتوكول الصحي واللي صار اليوم اشنوى نسموه واحتجت مانيلا عمارة على مواصلة الحكومة فرض حضر الجوالين وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا شيء اللي تسبب في إحالة عدد كبير من العاملين في المطاعم والملاه الليلية على البطالة إضافة إلى تعطى العمل للفنانين والعازفين وقالت إن العاملين ليلا تضرروا كثيراً من هذه القرارات مشيرة إلى أن الدولة همشت الفنان وفقرت مؤكدة أن الفنانين لا يطلبون سوى استأنف أنشتتهم ليعيشوا بكرامة وطالبة الحكومة إما بيرفع حضر الجوالين أو تتبيق القانون على الجميع قائلة يزين من القهر وأطلقوا مجموعة من الفنانين هاشتاغ جديد حلال عليكم حرام علينا أنتم أعطونا رأيكم في الموضوع خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس ليسلكم كل جديد